السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم احنا الناس في الدنيا وارجعنا لكم تاني فيديو جديد عن دولة البيرو دولة البيرو هي دولة في امريكا الجنوبية وعاصمتها هي مدينة ليما تقع البيرو في غرب امريكا الجنوبية تحدها من الشمال الاكوادور وكولومبيا وتحدها من الشرق البرازيل وتحدها من الجنوب بوليفيا وتحدها من الجنوب الشرق دولة تشيلي ومن الغرب المحيط الهادي دولة البيرو يوجد بها 25 مقاطعة اهم المدن الرئيسية في البلاد هي مدينة ليما وهي العاصمة الرئيسية لدولة البيرو حيث يوجد بها مكتب الرئيس ويوجد بها وزارة العدل وتوجد في هذه المدينة جميع الدوار الحكومية اللغة الرسمية داخل دولة البيرو هي اللغة الاسبانية العملة الرسمية لدولة البيرو هو السل السل البرواني جميع الدول العربية تحتاج لتأشيرة لدخول دولة البيرو وحتى اخواننا السعوديين يحتاجون تأشيرة لدولة البيرو وتوجد مقابلة في السفارة في الرياض تشتاعر مدينة ماتشوبيتشو في البيرو وهي افضل المدن السياحية في دولة البيرو حيث حضارة اللينكا وجميع الحضارات القديمة منذ الاحتلال الاسباني لدولة البيرو البيرو دولة كبيرة جدا يا جماعة مختلفة عن الارجنتين والبرازيل ومختلفة عن الورجوي والبروغوي البيرو عدد سكانها 33 مليون دولة البيرو مليانة حدايا يا جماعة انت تتمشى في شارع البيرو كأنك تتمشى في شارع باريس او لندن بلد جميلة جدا جدا وسياحية تبص على المنازل في دولة البيرو تحس ان انت في دولة اوروبية المنازل كلها عبارة عن لون واحد دولة البيرو فيها عرب كتير وكلهم اصحاب مشاريع وستثمرات والباقي متزوج من نساء من دولة البيرو ويعيش داخل الدولة اما معظم العرب مستثمرين واصحاب مشاريع في دولة البيرو البلد مسيحي بكل المقاييس دولة البيرو دولة مسيحية توجد بها مجموعة كبيرة جدا من الكنائس الشرطة في دولة البيرو مصفحة جدا 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 لانه يوجد الصوت المسلح في الليل في دولة البيرو فسيارات الشرطة مصفحة بدرجة فائقة سيارات الشرطة مصفحة ضد العصابات والمافيا في دولة البيرو البيرو في قديم الزمان كانت محتلة احتلال اسباني حيث تقسمت بعد الاحتلال الاسباني الى البيرو وبوليفيا واصبحت دولتين منفصلتين دولة البيرو متطبعة تطبع كاملا مع روسيا جنسية دولة البيرو بعد ثلاث سنوات يحق للمولود الحصول على الجنسية البروانية طبقا للدستور والقانون المتزوج من امرأة في دولة البيرو يحصل على الجنسية بعد ثلاث سنوات مجرد حصولك على الاقامة الدائمة تقدر تقدم على جنسية البيرو ولكن يستغرق الوقت من سنتين وتمن شهور الى ثلاث سنوات العاصمة ليما يا جماعة مليانة مناطس سياحية ومعظم العرب متمركزين داخل العاصمة ليما دولة البيرو تسمح بازدواج جنسية يعني تقدر انك تكون في دولة البيرو وتقدر تكون في بلدك يعني معاك جوازين سفر جواز سفر دولة البيرو وجواز سفر في بلدك ازدواج الجنسية دولة البيرو يوجد بها طائفة تتبع السحر والشعوزة بالنار وهم من قديم الزمان من سلالة الهنود الحمر في دولة البيرو الطعام في دولة البيرو مثل الطعام الهندي يحبون الشطة بقطرة ولكن معظم شعب البيرو يتجه الى الطعام البحري معكولات البحري وزي ما قلت قبل كده ان البيرو في غرب امريكا الجنوبية يعني تحدها من الشمال دولتين اللي هي الاكوادور وكولومبيا مفيش حدود يا جماعة يعني انت في البيرو عاوز تخش كولومبيا خش اوالله العظيم ومن غير تعشير من غير اي حاجة وانت برضو في البيرو عاوز تخش الكوادور خش خدت بالك وانت برضو في البيرو عاوز تخش بوليبيا خش لان بوليبيا بتحدها من الجنوب الشري مفيش حدود يا جماعة اكسم بالله فيها التناسبة بيع الحدود من هنا ومن هنا يعني ناس بتبيع في بوليبيا والناس بتبيع في البيرو بتقدر تخش لو رحت بوليبيا سياحة تقدر تخشي البيرو يا جماعة والله العظيم كلام أكيد ما فيش حدود تعتبر الحدود مفتوحة خدت بالك يعني ما فيش شرطة وبنافق وزي كده لا يعني هتلاقي ناس بيتبيع في دولة البيرو وناس بيتبيع في دولة بوليبيا على الحدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اللي معرفنيش أنا علاء الدسوئي مصر عايش في أمريكا الجنوبية اشتركوا في القناة حلف العالم